الخبر الاول اللي عدنا عن نارين بيوتي وتهجمها على موفلوكز وبيسان اسماعيل طبعا مثل ما تعرفون فموفلوكز واختة حالين دي يصورونه يا بيسان وانس وصاروا منزلين اكثر من المقطع سوية سواء باليوتيوب او سواء بالانستغرام فهمين ينزلون ستوريات ومن الواضح انه مو استبدأ نارين بيوتي بيسان اسماعيل هذا الشي خلي انه يتعصب نارين بيوتي لانه هو يزودوها وصاره هو ينزلون مقاطع سوية فمكتوب بعض الناس حقيقيون وبعض الناس طيبون وبعض الناس مزيفون وبعض الاخر جيدون في التزييف طبعا هي واضحة انه رسالة موجهة الموفلوكز وانه تقصد انه صاحبتا وياها هو كانت عبارة عن تزييف ولكنه كان كل جزين في هذا التزييف بعد انه نزلت نفس الستوري ولكن بالعربي انه يتقصد موفلوكز بالانجليزي وبالعربي تقصد بيسان اسماعيل لانه اثنين هم كانوا اصدقائها ولكنهم تخلوا عنها وصاروا يصورونه يا بعض عليكم يا حبايب اكتبونا بالكومنتاج شو رأيكم بالموضوع شو رأيكم برد نارين بيوتي عليهم وهل كلامها صحيح او لا الخبر الثاني اللي عدنا عن احمد ابو الروب واعتذاره من نورمار وتصحيحها الغلطة طبعا ما يعرف شو اللي صاير فاحمد ابو الروب نزل هذا المقطع على قناته اللي كان قيم بيه اليوتيوبر البنات ولكنه كان حط نورمار والصورة المصغرة وحتى بالمقطع صاريت مسخر عليه بحض اللقطات اللي حطوتي لكم ياها بالمقطع السابق فطبعا كيد جيش نورمار مسكت وانما ملت تعليقات كلها بالتعليقات السلبية وتعليقات بالانجليزي فمن الواضح ان احمد ابو الروب حس بورطة فقرر انه يتذر من نورمار وحاليا تروحون على المقطع تشوفون انه شاء صورة نورمار من الصورة مصغرة وحتى هذه اللقطة هم قصها ولكنها قصها من المونتاج اللي داخل باليوتيوب عليكم ان يا حبايب اكتبونا بالكومنتات هل يشوفون اللي سواحمد ابو الروب هو عبارة عن خوف او مجرد حبي انه يعتذر الخبر الثالث اللي عدنا عن سيدرا بيوتي وتنمر المتابعين عليها بسبب عملية التجميلة اللي سوتها فبالبقطع اللي نزلتها شيرين كان اول ظهور السيدرا على اليوتيوب فكل التعليقات كان يقولون انه سيدرا تخشمك صار كبير بعد العملية سيدرا صرت انتحالية محلوة وصراحة ان استغرفت من هذه التعاليخ ومتوقع تصراحة انه يصوريش التنمر علي سيدرا عليكم يا حبايب اكتبونا بالكومنتات شون رايكم بهذا التنمر اللي صار علي سيدرا الخبر الرابع اللي عدنا عن واخيرا قمر مار حتنزل مقطع اليوتيوب فيارا مار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الاستوري كتب اليوم على الساعة اربعة على قناة قمر مار وحطة هذه الصورة القمر فخليكم جاهزين يا حبايب طبعا بنفس الوقت نور مار نزل على حسابها بالانستغرام شوية استوريات ويا قمر مار والباقي الفريق راهبطكم يا لحب انوا شوفها شوفوا امر هالله وصلت وشلح الجاكيتة شوفوا شانتشد اولا انه انا انا عمليكي صح طلق طلق شوفوا شانتراجع بعد الجماعة سداتوا سداتوا تعمل خير؟ شانتعب ليش ما اعبو اسبانيا؟ عبو اسبانيا كنا انت مرة؟ يوبي جووانتوس ليش ما اعبو ايطاليا؟ ها؟ كرسيا؟ هو ايطاليا؟ ها؟ جووانتوس الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين رغدة على الرضا الوهابي على اخر مقطع الى فلو تدخلوا على المقطع وتنزلوا على التعليقات كل التعليقات بالانجليزي طبعا كما قلت لكم قبل انه هذا التعليق توقف المشاهدات واللايكات على المقطع وبضر صاحب المحتوى فالتعليقات كلها مكتوب عليها جيش رغدة او ما ليسا عن سبب فالاغلب يقول انه الاغنيين اللي نزلها قبل ثلاث اسابيع هو كان يقصد بها رغدة اذا ما ادري اذا هذا الصدق او لا عليكم ان يكتبونا بالكومنتات هل هو يستعاقل تهجم او لا وشين السبب بالضبط وبس والله يا حبايب اللي هنا وصلنا هات المقطع اتمنى المقطع اجابكم لا تنسوا تحطوا لايك تشاركوا بالقناة اتمنى يكون فايزية مقاتمة مملكة القصص وبس مع السلامة